بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي فصل الخطاب الذي يأتيكم في كل ليلة اثنين من قناة كربلاء الفضائية فأهلا وسهلا بكم والعزاء اللي عنده سفسار اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة إلى أن أتلقى اتصالاتكم أدنا بقي عندنا سؤالان من الحلقة السابقة السؤال الأول من الأخ أبو علي من الديوانية يقول عندي جامع ببرادات وزوالي زائدة ماذا أعمل بها؟ إذا كان هذه البرادات وزوالي ما تحتاجها بإمكانك أنه تشوف مسجد آخر محتاج للبراد محتاج لهذه الزوالي وتمضيها إذا ماكو مسجد محتاج للبراد هذا وللزوالي فبإمكانك تبيحها تبيع البراد وتبيع الزوالي وتصرفها في شؤون البسجد داعتكم اتصالات دخلونا سعيد المخرج أم أحمد من الكوت وديقول والدتي قدمت على الحاج وما طلع اسمها والآن صار أمرها سبعين سنة فهل عليها إثم إثم عليها ذا كانت مستطيعة يعني ذا تحققت الاستطاعة وما راحت للحاج نعم يعني آثمة طبعاً واستقر الحج بذمتها يعني استقر الحج بذمتها طبعاً الاستطاعة يعني تتحقق بأمور من هذه الأمور الاستطاعة السربية الاستطاعة السربية الظاهرية استطاعة السربية ما متحققتها عدها لأنه دورها مجاي يعني اسمها مطالع يعني في ضمن القوائم الحجاج فبها تعتبر عدها استطاعة سربية وبالتالي ما تعتبر مستطيعة السيد المخرج عاكو التصال نعم نعم قد التصال الأخ جبار من كربلاء السلام عليكم جبار السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام مية أهلا شيخنا أهلا وسهلا أهلا حياكم والله أخ جبار تفضل شيخنا بلعز أحماليك أنا عندي بالتأختي صارت شوية مشاكل بينها وبين زوجها وبطلقها نعم زوجها وبطع الغايب مالتها نعم اي عسا جو أبوها يريد الغايب مالتها نعم اي فإحنا شوان يعني في شحان آآ افون أخ جبار الطلاق شنو خلعي لو رجعي لا خلعي خلعي اي واضح إن شاء الله اكو سؤال آخر ها سؤال آخر اكو سؤال آخر عندك لا لا ما غير سلامتك شكرا شكرا الله يسلمك وحفظك إن شاء الله جزاك الله خير أحجب بار قد نتصال نعم إذن الاستطاعة تتحقق يعني بعدة أمور ذكرنا من هذه الأمور الاستطاعة السربية يعني ماكو هناك مانع يمنع من وصول الشخص إلى الديار المقدسة يعني بزماننا هذا الشخص اللي يريد يروح للحاج يكون يقدم الهيئة الحاج يحص الفيزا وعنده جواز سفر ماكفد مانعي منعه من الوصول إلى الديار المقدسة إذا كو مانعي منعه من الوصول إلى الديار المقدسة كقضية الفيزا مثلا الدورة فما يعتبر يعني ماستطيع ما عنده استطاعة سربية وبالتالي ما تتحقق عده الاستطاعة أيضا من الأمور المعتبرة في الاستطاعة السربية هو الزاد والراحلة المقصود بالزاد يعني كل ما يحتاجه في سفره من مأكل ومشرب وغيرها من ضروريات السفر المقصود بالراحلة الوسيلة النقلية اللي يستعان بها على قطع المسافة الديار المقدسة بزمان هذا الطائرة والسيارة والقطار والسفينة وبالأزمنة السابقة كان الإبل وما شاكل لذلك الأخراضي من بغداد السلام عليكم أخراضي عليكم السلام والرحمة وعليكم السلام أهلا وسهلا بكم تفضل أخراضي تفضل السلام سيدنا ويحفظك الله أهلا بك أهلا راضي تفضل هذا شهر قمضان ما صمت سويت حالية وسألت الدكتور والدكتور قال نصوم السنة ونصلي نعم الصلاة كمنتها يوميا أصلي مرتيا نعم بقى الرمضان كن الآن نعم الآن زيان وضعك الصحية أخ راضي الآن تماثلت للشفاة سيدنا هتوضع الصحة زيان تقدر تقضي تقدر تقضي الآن يومفان اي قضاء قضاء تقدر تقضي قلت أدفع فيديا ما شين الفيديا ما عفن عفن أخ راضي انت تقدر تقضي الآن لو ما تقدر تقضي لا ما أدفع يعني يعني المرض مستمر بالتك اي المرض مستمر واضح ان شاء الله اخ راضي ان شاء الله نجاوه اي والله ان شاء الله نجاوه الاخ علي من بابل السلام عليكم علي وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا اياكم الله علي اهلا وسهلا تفضل العفو سيدنا ادي بي بيتي مرأة كبيرة عمرها 85 سنة جدتك اي نعم بالنسبة للوضوء هي شوية يعني هم تكرم حفاظات ويعني مرات مو مو نظيف من ناحية الضهارة والنجاسة نعم فمرات يعني والد تتنظفها بس مرات تصر عملية يعني شون لديها حرج مرات هي ما موت فديمها او كذا وبالنسبة للوضوء يعني صعب تترضى شوية تتعاني من قضية الوضوء نعم تتيمم له كذا يعني واضح ان شاء الله وبالنسبة صلاة تصلي يعني على الكرسي هي ما تقدر تقومه تبا تصلي يعني على قضية الكرسي هم يعني شوية ذيها صعوبة تدهي عمر 85 سنة يعني تصلي وهي مفجعة على السرير باتجاه القبلة او كذا اخ علي هي يعني قيام ما تقدر تقومه صحيح؟ اكيد ما تقدر زين وهي قاعدة تقدر تصلي لا صعبة الا اذا مثلا جلوس على كرسي هم ما قدر اذا تقدر او لا ايه يعني بالقاع ما تقدر تقعد وتصلي ايه نعم نعم واضح ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا 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 ام عادل من كربلاء السلام عليكم عادل عليكم السلام جانا السيد اهلا وسهلا اهلا ام عادل اتفضلي سيد عزي اختي زوجة توفي نعم وثني اتفضلي وشن السعليمات الحد العلي يعني ما قبرت مني اختيت اختيت اي اختيت اي اختي نعم 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 وثني اتفضلي وتقول شن السعليمات العلي واضح ان شون واضح لا الله شكرا سعين الاخ قحطان من كربلاء السلام عليكم قحطان عليكم السلام شونكم وراد الله يحب اهلا وسهلا اهلا قحطان اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك تفضل ربنا نسأل السيد بخصوص شراء اسم يعني بالحج شرائية شنو لا يعني شخص اه يعني يبيع الدور مالتا يبيع الدور مالتا بل ايه يعني الشراء اسم نعم واضح نعرف شرائية شنو من السيد واضح ممنون نعم مسجاد مسجاد حياكم الله اهلا وسهلا مسجاد اهلا فضل اخت مسجاد انا انا شهات وصاعنا خاطف وصد وغار قبل مرت وصد مرت حماية انا ازلوث وغار خلت اهلا اهلا حتيكم موضوع بلي يعني اه شيخ الصاعي على عائلتنا مشاكل وغار بعد البرنامج كيف عدكم عدكم سؤال نعم سؤال نعم ان شاء الله بعد البرنامج اذا فالسؤال بيحرج عليكم ان شاء الله بعد البرنامج رحم الله اهلا وسهلا اهلا ومسجاد ام اسراء من الناصرية السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا ام اسراء اهلا بيك ايمن ردي توية الشيخ احتيت. تفضلوا مسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا مسراء. اهلا وسهلا بيسو. الشيخي ارد اسأل على صلاة التوبة. نعم. صلاة التوبة ارد اسأل عليها. نعم تفضلي. استمرك عا استمرك عا. نعم. استمرك عا وش وقت? مالت يوم الاحد هاي مالت اليوم الاحد. التوبة انا ذاك يوم قبل مع الشيخ قاتل سلاة التوبة هذا الشهر. شهر بالقعدة. اي واضح. ان شاء الله هسا جاوبت ان شاء الله. هسا جاوبت. اهلا وسهلا. شكرا. سينا الله. حياكم. ام محسين من بابل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اهلا وسهلا ام محسين. رحم الله ورديكم عندي شؤال. نعم تفضلي. اي رحم الله ورديكم. انا يعني قبل عشرين سنة اختي. اه يعني اه لما اتجاوب قالت اذا ان صور امانة. اه عندي. عندي خلت اصور امانة. ما في الكلية وهاي. فاني نسيتي الهسة يتوسط. قالوا لازم يصور ورث يعني الاولادها. اذا قسم صور يعني وياها بنات وبراحة كلا قصات وفشي. يعني شون اطيهم اياه. قالوا لازم يصور اياه. نعم. نعم. فالسلولان يعني اصرف. المن هاي الصور المن عفوين. هي الصور انها معلتها والاختي توفت. الصور اللي اختيت. اي اي اي. ولما كانت للجامعة. ويعني. نعم. اي فهي شون هتب هالحالة يعني. واضح. قالوا لازم ورث في صورا يعني انها. بان شون انا قسم هنما الابطات براحة في القسم بالقسم الداخل لقسم. يبقوا بيشون اطيهم وياهم رث اولاد ما عندهم ويعني اخد. نعم. واضح. واضح. ووالله رحم الله وارديك. يا الله يا فترة قصيرة وانت يعني نبت. يعني مزعي تردت سهر واحد. هي بعدين رجعت عليهم. سيجموا وهي. فهذه الصورة هي. ما كلو لا. اللي ما لا يعني رابطيهم. واضح. شكرا جزيلا. اياكم الله. اهلا وسهلا. أبو أمير بن كربلاء السلام عليكم أبو أمير السلام عليكم سيدنا الله أحبك حياكم الله أهلا وسهلا سيدنا سيدنا سأدنا سؤال على منتجات صنع محلي هنا بالعراق شنهو عفوين يعني منتجات مثل الراشي والدبس والطرشي نعم يعني سنعوه هنا بالعراق نعم بأيدي غير مسلمة يعني مثل الأديبين أخوان الأديبين وغيرهم أكوا معامل بالموصل أكوا بالأطراق دبس والطرشي وشنهو يعني الأديب العامل دبس والطرشي شنهو أفوين دبس والطرشي وبعد شنه وراشي وراشي نعم يعني هسا دعاني متيقن مية بالمية دعاني المعمل الجاعيش تغلون بيه غير مسلمين نعم واضح والسؤال الثاني جيدنا ماذا لن يضيفون عليها الدبس ويقوم بيه واضح يقوم بيه يقوم بيه واضح لو أكو بيه أنواح حرام لو ماكو بيه يجيشون واضح يعني سؤالك عن الطرشي المدبس نعم واضح 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 شكرا جزيلا أم أحمد من واسط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الله يساعدك أهلا وسهلا أهلا أم محمد فضلي سألتك أنا عن الطعام 60 مسكين قلت لي حتى 59 ما يصير وآني إن شاء الله فهس أنا أبدأ سألك إذا خلف إليه متكونة من خمس كئة نفرات أحسبهم واحد وأحسبهم خمسة واضح سيد شكرا والله وفقك إن شاء الله حياكم الله حياكم أبو زهراء من البصرة سلام عليكم أبو زهراء سلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا أبو زهراء تفضل شكرا الله مساعيكم على الجهود اللي تبذلونها سيد والله يبارك بيكم تفضلوا أبو زهراء تفضلوا سيدنا العفو واحد من أولادنا المؤمنين بلي طب الكم شهر توضع في الشركة تابع للنفط نعم وتبعد مسافة 40 كيلو متر مسافة 40 كيلو نعم نعم والبرنامج ما العمله سيدنا يوم بالعمل والكيام بالبيان يعني بشتغر يعني عشرة خلال الشهر عشرة يعني رح تطير من 7 إلى 8 أيام بالعمل وبالنسبة قاعدتها بالبيان بحتضار 3 أيام من 21 إلى 22 يوم بالبيان فهذا البرنامج شوار رح تصير من نسبة للصلاة يعني 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 شقد عدى عزم إنه يستمر بهذا العمل فقط فقط سنتين نعم قال لي أنا متأكد راح أستمر يقول مدة سنتين مو أكثر يعني لا ظاهر هذا الفترة اللي حدد قال أنا متأكد سنتين راح أستمر ما يمكن خلال عقد معين فهذا الفترة اللي يدري بيها هو خلال سنتين راح يستمر على هالبرنامج واضح إن شاء الله واضح واضح جزيبكم خيرا سيدنا بارس خيركم الله أهلا وسهلا أهلا بيكم إذا أمكن السيدة مخرج عن السؤال هذا الاتصال اللي خير حتى نجاو أبو جعفر نصوير السلام عليكم أبو جعفر شوانك سيدنا حياكم الله أهلا 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 بيكم سيدنا العفو عندي والدي متوفي وأكو مكاتب حج بالإنابة يحجون عن الشخص نعم هل يجوز يعني مكاتبك الثانية يعني من الشينا نحن نقول مكاتب من الطائفة الثانية أو من المذهب الثاني نعم يجوز نم يعني على الدك يعني تقصد أنه النائب يكون من الطائفة الأخرى النائب مو النائب المكاتب أي صح بالمكتب النائب أنا ما أنا أن friend للمكتب النائب اللي يروح اللي نائب طبعا من الطائفة الاخرى واضح واضح ان شاء الله نعم نعم جزاك الله خير بالواضح ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزاك الله خير بارك الله شكرا شكرا حياكم الله اهلا وسهلا بكم الاخ جبار من كربلا يقول بنت اختي طلقها زوجها وابوها يريد الغايب مالتها الطلاق اذا كان الطلاق رجعي في الطلاق الرجعي الزوج هو يطلق زوجته اذا طلقها وكان ما مدخل بيها يطيها نصف الحاضر والغايب واذا كان لا داخل بيها يطيها الحاضر والغايب مالتها كاملة اذا كان الطلاق خلعي الخلعي يعني الزوجة هي كاره للزوجة طبعا يشترط في الطلاق الخلعي يشترط فيها امران يشترط فيه الكراهة من قبل الزوجة يعني الزوجة تكره الزوج فقط يعني إذا كانت الكراهة من الطرفين الزوجة تكره الزوج والزوج يكره الزوجة هذا يسمى طلاق المبارأة طلاق المبارأة الزوجة هم تبذل به وتبذل طبعا بمقدار المرأة أو أقل الطلاق الخل إلى الكراهة فقط من قبل الزوجة الزوجة كاره للزوج فيشترط فيه أمران الكراهة من قبل الزوجة والأمر الثاني البذل الفدية الفداء يعني الزوجة يكون تبذل البذل مالتها قد يكون يصير أكثر من المهار ويصير بمقدار المهار ويصير أقل من المهار فإذا كان الطلاق خلعي والزوجة هي كاره للزوج فكون هي تبذل وتتنازل تتنازل تبذل يعني مهارها أو أقل أو أكثر ما يصير الطلاق خلعي والأب يريد هذا يريد الغائب إذا صار اتفاق أنه مثلا تبذل الحاضر ما يخالف يعني الزوجة تبذل الحاضر مالتها والغائب لا ما تتنازل عنه يصير بحسب الاتفاق بين الزوجة وبين الزوجة لكن هي زوجة ما طول هي كاره للزوج كون هي تبذل هذا الفداء هم يحددونه بالاتفاق يصير طبعا يعني أكثر من المهار ويصير بمقدار المهار كما قلنا يصير أقل من المهار الأخ راضي من بغداد يقول إجرأت عملية ولم أصم بسبب المرض ماذا يجب علي طبعا يا أخ راضي نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أنه شافيك من هذا المرض وثانيا من نسبة لسؤالك إذا يعني أنت كنت مريض في شهر ربضان وأفطرت بسبب المرض إذا شفيت من المرض يعني حالتك الصحية تحسنت فهي الأيام اللي فاتتك تقضيها أما إذا كان مرضك استمر يعني من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني بحيث أنه ما تماثلت لشفاء وتقارد تقضي خلال هالمدة وإنما المرض بستمر هنا يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية الفدية هي ثلاثة ربع الكيلوم من الطعام عن كل يوم علي من بابل عنده سؤالان سؤال أولا يقول جدتي كبيرة بالسين إذا ما تقدر تتوضى يصير تتيم يشترط يعني من شراط الوضوء عندنا يشترط المباشرة مقصود بالمباشرة يعني هو المتوضي هو يقوم بعملية الوضوء مباشرة بنفسه يعني هو يخسي الوجهه أو يخسي الإيد اليمنى يخسي الإيد اليسرى ويمسح على الرأس ويمسح على القدمين يشترط فيه المباشرة يعني هو بنفسه يباشر الوضوء إذا كان المتوضي عاجز عن المباشرة ما يقدر يباشر إذا يقدر يستعين شخص آخر يعاونه نعم هذا المتعين هذا فشخص يقوم يعاينه يعني يساعده بعملية الوضوء يعني مثلا المتوضي ما يقدر يقدر يعني يمسح بهذا الطريقة بس ما يقدر يحرك إيده فهنا المعين يلزم إيده ويحرك إيده يخسل إيده هكذا يلزم إيده منه ويمسح على لكن المسح بيمن الغسل عفوا الغسل يكون بإيد بإيد المتوضي بإيد الشخص العاجز المعين دوره شنو فقط يساعد يحرك إيده وإذا لا يعني حتى مساعدة يعني ما يقدر يساعده يعني بهاي الحالة الجسم يعني المعين هو اللي يوضيه هو اللي يوضيه يعني ياخذ المعين بإيده مثلا هو المعين ويخسل وجه الشخص هذا العاجز يعني مراحل المرحلة الأولى أنه المتوضي هو يباشر يشترط فيه المباشرة ما يقدر يساعده المعين يساعده ما يقدر هو هو يباشر عملية الوضوء يعني المساعد هو اللي يباشر عملية الوضوء يعني هو اللي يخسل وجهه السؤال الثالث السؤال الثاني الأخي علي يقول ما تقدر تصلي لا من قيام ولا من جوش طبعا بالنسبة الفراغض اليومية والصلاة الطواف و صلاة الآيات وكل الصلوات الواجبة يشترط فيها يعني من قيام يصلي المصلي فالنافلة ما يشترط في النافلة ما يشترط القيام يقدر المصلي وهو قاعد بالقاعد يصلي في حال المشام يقدر يصلي الصلاة الواجبة يشترط القيام مع القدرة على القيام إذا لم يتمكن من القيام المقادر على القيام تنتقل الوظيفة للجلوس يصلي وهو جالس الأخirlذكر أنه قال يعني بالنسبة لجدتي ما تقدر لا قيام ولا جلوس إذا ما تقدر لا قيام ولا جلوس تنتقل وظيفتها للصلاة متجعة على الجانب الأيمن يعني تتمدد على الجانب الأيمن تمتد وتتوجه للقبلة وتصلي صلاته إذا ما تقدر على الجانب الأيمن تنتقل للجانب الأيسر طبعا الأحوط لزوما تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر يعني الاطجاعة على الجانب الأيمن تقدمها على الجانب الأيسر إذا أيضا على الجانب الأيسر ما تقدر عاجزة فهنا وظيفتها تنتقل للصلاة وهي مستلقية على ظهرها على قفاها وتكون يعني يكون وجهها باتجاه القبلة أم عاديل من كربلا نقول أختي توفز وجهها وتريد تحيد ماذا تفعل طبعا يجب على المرأة اللي يتوفى زوجها يجب عليها الاعتداد المقصود بالاعتداد يعني العدة هي أيام تربص المرأة خلال هالمرأة هاي اللي تتربص بها هاي الأيام يعني معناها ما تتزوج خلال هالفترة هذه وطبعا إذا المرأة توفى زوجها يجب تجب عليها العدة ما تفرق أن هالمرأة صغيرة أم كبيرة ما تقول بها أم غير ما تقول بها يائس أم غير يائس مسلمة أو غير مسلمة صغيرة أو كبيرة يجب عليها مطلقاً يجب عليها الاعتداد تقدر عدة إذا كانت محامل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجهلين يعني أيهما أبعد الحمل وضع الحمل أم الأربعة أشهر وعشرة أيام إضافة إلى ذلك يجب عليها الحداد في فترة العدة شنو المقصود بالحداد؟ المقصود بالحداد أنه المرأة تترك كل ما يعد زينة في اللباس والبدن هو هذا معنى الحداد مو أكثر من هذا تترك المرأة كل ما يعد زينة في اللباس والبدن العرف شنو يعتبر الزينة في البدن؟ المكياج، الصبغ، الحنة كل العرف هذا يعتبر زينة المرأة ترك لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها العرف يعتبر أيضا زينة أيضا العرف يعتبر الملابس الملونة كالحمراء والصفراء والخضراء والزرقاء يعتبرها زينة أيضا المرأة الواجب عليها أن تتركها إذن المرأة خلال فترة الحداد خلال فترة العدة يجب عليها الحداد شنو تعريف الحداد؟ هو ترك كل ما يعد زينة في اللباس والبدن قحطان من كربلا يقول هل يجوز شراء دور أحد الأشخاص بالنسبة للحاج إذا شخص تنازل ما يريد يروح لأي سبب كان يعني بالنسبة للمشتري ما كم أنا يعني أنه يطيفد مبلغ معين لقاء التنازل عن الدور مالته طبعا إذا لم يكن هذا مخالفا للقانون إذا القانون ما يسمح هو ما يجوز بالتأكيد لكن إذا القانون يسمح لا بأس أنه إذا شخص تنازل عن الدور مالته لأي سبب كان بإمكان بإمكان أي شخص يشتري أو يدفع يعني عوض مقابل تنازل هذا الشخص عن دوره أم إسراء من الناصرية تسأل عن صلاة التوة كم ركعة؟ أربع ركعات صلاة التوة اللي هي الحمد هو التوحيد ثلاث مرات هو المعوذتين في كل ركعة وهاي الصلاة هي يعني في يوم الأحد طبعا هذا الصلاة لم تثبت مشروعيتها لم تثبت مشروعية هذه الصلاة صلاة التوبة صلاة يوم الأحد كل يوم أحد من شهر ذا القعدة هذه الصلاة لم تثبت مشروعيتها اللي يريد يأتي بها لا بأس أن يأتي بها برجاء المطلوبية أم محسين من بابل يقول قبل عشرين سنة عندي صور الأختي في الجامعة وتوفت أختي وبعض الصور مع زميلات لها وملابس يعني من دون حجاب ومشاكل ذلك يعني بإمكان أختم محسين إذا كان الصور يعني يعني صور يعني خاصة بالنساء وبدون حجاب وبدون شعرهم طالي أو ما شاكل ذلك يعني بإمكانك أنه تخلين هاي الصور يميك تحضرين بيها أو تستأذنين من الورثة بالنسبة لصورها الخاصة بيها هي ممكن أنه تطيها إذا كانت هي وحدها ممكن تطيها مثلاً إلى أولاد إذا كان أولادهم موجودين أما إذا كان وياها نساء يعني صور جماعية فبإمكانك أنه تستأذنين من أولادها تقول لهم أن الصور هاي تبقى يمي لأنه ما ممكن أنه الآخرين يطلعون عليها بسبب عدم ارتداء الحجاب أبو أمير من كربلاء يسأل يقول شين حكم الدبس والطرشي والراشي إذا كان العمال غير مسلمين نعم طبعاً إذا كان يعني العامل إذا كان العامل مسيحي أو يهودي أو من أهل الكتاب أهل الكتاب سمحت سيد طهرين أهل الكتاب فما يكون مشكلة يعني حتى وإن باشرة برطوبة يعني أهل الكتاب سمحت سيد عنده طهرين إذا كان لا دولا مو من أهل الكتاب إذا طبعاً إذا يباشرونه تعلم أنه إذا يباشرونه برطوبة نعم هذا يتنجس إذا تعلم بذلك إذا ما تعلم نعم يعني تبني على الطهارة إذا تشوف يعني إذا تدري أنت أنهم يباشروا برطوبة يعني غير المسلم وغير الكتابي إذا باشر برطوبة فهذا يعتبر نجس إذا ما تدري تقدر تبني على الطهارة السؤال الآخر يقول ما حكم تناول الطرشي لمدبس ماكو اشكال بالنسبة بالطرشي لمدبس يعني حال حال بقية عن ماع الطرشي يجوز تناوله ولا اشكاله في ذلك ام احمد من الواسط يقول العائلة المتكونة من خلف السنفرات احسبهم واحد ام خمسة في الكفارة طبعا في الكفارة يجب اطعام ستين مسكينا بالنسبة لكفارة الافطار في شهر رمضان اللي هي تجب ارتكاب احد المفطرات الخمسة الاكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر هذه الكفارة هي كفارة مخيرة اذا الاخت اختارت التكفير فيجب عليها طعام ستين مسكين كل مسكين ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام لا بأس انه اذا كانت عائلة متكونة من خمسة انحسبون خمسة بتكونها من سبعة انحسبون سبعة بتكونها من عشرة انحسبون عشرة وهكذا يعني مو تنحسب عوائل وانما على عدد المساكين في العائلة الواحدة قد عائلة عندها عشرة عشرة مساكين مثلا اذا كل عائلة بيها عشرة مساكين يعني تحتاج انت ست عوائل ستة في عشرة يصير ستين فالعائلة المتكونة من خمسة او من سبعة او من عشرة على عدد افراد العائلة تحسب كل جد ينحسب بقدر افراد العائلة سيد المخرج اذا عدتكم امتصالات نعم نعم ان شاء الله اخوان العزاء نذهب الى فاصل قصير ولا نعد ان شاء الله بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 اه اعطريتهم وثني او او ما هي مام طورة يعني ماغش اجون نصف الاراض الشرن اه لا اقول ابو حسن يعني انتوا بياناتكم عقد مزارعة اي اي. شلو الاتفاق عقد المزارعة هذا? يعني نزرع لهم نصف ولا نصف. مغروضة. واضح ان شاء الله واضح. بس الدولة الدولة يعني اه مقابل الالفين. نصف الارض ونصف المغروضات للفلاح. واضح. شكرا. حياكم. بنعفونياني. ابو عباس من السماء والسلام عليكم ابو عباس. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا ابو عباس. اتكلم معي السيد. اتفضل ابو عباس تفضل. ابن الحزين. اتفضل ابو عباس اطرح سوالك. سيدنا عندي. نعم. نعم ابو عباس. سيدنا والدي امرأة كبيرة بالامور. امرها اربعة وثمانين سنة. نعم. فطلع السماء اللي الحز قبل تقريبا كلس سنوات. نعم. ولحسب قليل سنة بعد ما تقدر استافور. صار عدها امراض مزمنة. نعم. فتشرأت ادي المكتب السيد بالسماوة. نعم. توقي السيد الثاني. فتوقي الشخص نياضة عنها يحج. نعم. فاحنا هنطلطونا الفلوس كامل للشخص. يعني يحج نياضة عنها. السؤال انه. بالنسبة للزكاة او للخمس. مشمولة او عمسة عنها. لو بس المبلغ الامفاتة للرجال. يحج عنها. تحطقات مالية ثانية اقدر عن. واضح. هي هي متقاعدة شنو عفونا بعباس. هي 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 لو تستل مراتب الوالد بتوفي. نعم يعني ربت بيت هي. هي ربت بيت. نعم. الله يطلع عمرك. ام زينب من البصرة. السلام عليكم ام زينب. عليكم السلام سيدنا شوكم. اهلان وسهلا ام زينب. تفضلي. سيدنا قبل كم سنة جابونا قطة بلزونة يعني. نعم. فرغت بلزيته بحدود تقريب بقت عدنا بحدود سنة نص. انا من اول ما اجد. يعني رحت للآتفات بالزيارة. سألت الاسادة. سألت الشيوخ. قلت لهم هل يبطل هذا الشعر ما لها جاي فريع. لدي ان بتي تحضنها. فنصير ملابسها بيها. فالبصالة تقفل كل الملابس. فالشعر يبقى بالملابس. واحنا نطلل كده. اسألهم يقولون ما يبطل الصلاة. هالسوارة يعني تقريب سنة مرة. سألت بعض العلماء قالوا لي لا. يبطل الصلاة. سألت سنة مصدح نهتشون صلاة كلا احنا بدون اكتراف. سواء موجود بدون الصلاة او لا. شو حكم صلاة. واضح. دعاكم الله. حياكم الله. ابو علي من الديوانية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا ابو علي. حياكم الله. سيدنا سيدنا بنزح معدي السؤال اذا عمكن. نعم. آآ انا من الديوانية وعدي بتي من زوجة بالبطرة. نعم. بناحة رميلة اللي تبعد عن البطرة اثمانية وستين كيلو. نعم. وحال وحاليا هي تداعم معهد بال بالبطرة. تروح بالسبوع خمس تيام. تروح يومية. إي يومية. اي. احا تروح تروح ترجع. تروح وترجع. خمس تيام بسماس شayed المسافة ش rédu المسافة. ثمانية وستين كيلو بين الربمايلة والبطرة. واضح. لمدة سنتين المعهد مدة سنتين فسيدنا بلز احنا ردنا نعرف يا صلاتها وصيامها بالمعهد ومن تجلال ديوانية حكم صلاتها وصيامها قصر او تمان والصيام تقضي الصوم او لأماط صوم نعم صلاتها في البصرة والديوانية مو صلاتها بالديوانية وبالبصرة ان شاء الله نجاوبك ابو علي والصيام كذلك واضح ان شاء الله شكرا جزيلا ابو عدي نور من واسط السلام عليكم نور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم سيدنا اهلا وسهلا نور فضلي عندنا السؤال بالبيت المراطي على الوطنية الخارجية يعني ما البيت الوطنية ما البيت بس ما يخفر بالميزانية هالحالة يعني انا مثلا الصلاة مثلا اصلي في هذا المكان البيت سبليت يعني مفتوح يعني صلاة صحيحة جائزة اهم غير جائزة ما رابطين على الميزانية السبليت اي نعم ما مربوط عن ميزانية يعني انا بالمكان يعني اللي اصلي بيه صلاة صحيحة غير صحيحة مقبولة غير مقبولة وبس ادي يعني همسلا يعني مثلا ما عندي يعني امكانية مثلا اصدد المبالغ مثلا ما الهالوزين انا بالحالة شونا هم آسمة يعني بهذا الشيء والله يعني انت اللي رابطة نور انت اللي رابطة بدون ميزانية لو غيرت لا لا هم يعني اهلي يعني نعم ابويا ايه الله يحظك فاني ما عمس يعني بهذا المسألة شونا رب حدنا رحم الله وعليك سينا الله يحظك ان شاء الله شكرا جزيلا لكم شكرا اعلم ورشكم علي من بغداد السلام عليكم علي السلام عليكم سيدنا اهلا وسهلا حياكم الله علي الله يحظك سيد اهلا بك سيد برل الزحمة هو سؤال يعني يخصني يخصي يخصي الشباب نعم فضل علي فضل علي يعني مرات العادة السرية الصير مأيلا وينام هنجة جنابة الثاني يوم الصباح نعم السؤال السؤال شنو علي سؤالك شنو العادة السرية عند الشباب يعني مثلا العادة السرية سر ليل الثاني يوم يعني يصبح الجنابة نعم يعني بهاي حرام له حلال اللي نام بيها واضح نعم نعم سيب واضح بيش قد عندنا وقت بعد سيب على اخ نجاوب لا اخ نجاوب ان شاء الله نجاوب اه ابو زهراء اه عندنا يقول المسافة اه اربعين كيلو العدد الصفرات من سبع الى ثمانية اه والمدة سنتين اه فقط ما حكم الصلاة طبعا المسافة اربعين كيلو ومسافة اه تلفيقية يعني مسافة شرعية اه تلفيقية هذه المسافة اه اه هذا توجب توجب القصر يعني الصلاة اه صلاة هنا قصر اه عدد السفرات طبعا الى مدخلية عدد السفرات يصير كثير السفر هذا سنتيا ومسافة شرعية اربعين كيلو اه يصير اه كثير السفر اه لو كان عنده عشرة ايام في الشهر اذا عنده ثمانية او تسعة يجمع بيها القصر والتمام اذا عندكم عشرة فأكثر يصير كثير السفر وهذه ما عنده يعني معين عنها سبعة يعني قال من سبعة الى ثمانية فاذا ثمانية نعم اه اذا ثمانية يجمع بين القصر والتمام اذ اقل سبعة اه فاقل يعني الواجب عليك انه يقصر إذا سبعة سبعة ونوص يعني يعني متوصل لثمانية يعني أقل من ثمانية سبعة مثلا أوفقها الصلاة تكون قصر هنا إذا ثمانية أو تسعة يجمع إذا عشرة فما فوق يكون كثير السفر أبو جعفر بن الصواري يقول هل يجوز نيابة المخالف للمؤمن؟ يعني يعتبر في النائب الإيمان يعني الإيمان كون يعتقد يعني معنى الإيمان كون يعتقد بالأمة أمة أهل البيت المعصومين الأمة الأثناء عشر إذا كان يعتقد بهم كلهم هذا يعتبر مؤمن فيعتبر في النائب الإيمان المخالف ما يصح أنه ما تصح نيابته عن المؤمن ما تصح نيابة المخالف عن المؤمن حتى وإن أدى مناسق الحج على طبق مذهبنا على الأحوط لزوما طبعاً لو فرضنا أنه هناك نائب مخالف قال آني أروح يعني أحج عن عن هذا البؤمن وأدي على طبق مذهب أهل البيت سلام الله تعالى أدي الحج مناسك الحج على نقول مع ذلك سمحت سيد أدى احتياط حتى وإن أدى على طبق مذهبه للبيت سمحت سيد أدى احتياط لزومي بعدم جواز نيابة هذا المخالف أم أركان من بابل نقول نقول أنا متقاعدة من ثلاث سنوات هل راتب التقاعدي يخمس الراتب التقاعدي نعم إذا من حين استلامه من حين قبضه إذا بقى عندك لمدة سنة من يوم اللي قبضتي يوم اللي استلمتي إذا بقى عدة سنة كاملة احتفظت بي ما صرفتي خمسي وإذا لا صرفتي خلال السنة الراتب التقاعدي ما علي خمس هذا إذا نصرف خلال السنة أما إذا بقى سنة كاملة نعم الواجب عليك أنه تخمسين أبو حسن من الكربلا يقول أنا ورثت أرض زراعية والاتفاق أنه احنا اتفقنا أو آبائي وأجداد اتفقوا أنه نصف المغروسات فإذا متفقين يعني أنت مثلا أهلك أجدادك آبائك أجدادك متفقين ويمالك الأرض أنه تزرعونها تزرعون هذه الأرض مقابل نصف المغروسات هنا نعم لكم ذا زراعته لكم نصف المغروسات أما أنت ترثون لكم بالأرض ما لكم بالأرض الأرض هي لمالكها للمالك المالك اتفقوا إياكم عقد مزارعين أنه تزرعونه وإلكم نصف المغروسات فإلكم فقط نصف المغروسات أبو عباس من السماوة يقول والدي عمره أربع وثمانين سنة وإسمه طلع للحاج والآن ما يقدر يحيج هل علي الخمس أم لا نعم بالنسبة لل اللي يطلع اسمه يعني للحاج وما يقدر يعني إذا كان مستطيع الشخص كان مستطيع ولكن احنا عندنا من شروط الاستطاع صحة البدن وقوته إذا كان الشخص مريض اسمه طالع وكل شروط الاستطاع متحقق به ما عدا صحة البدن وقوته يعني كان مريض أو كان هرم كان كبير السن هنا لا يجب عليه الحاج نعم تجب عليه الاستنابة يجب عليه الاستنابة يعني كل شروط الاستطاع متحقق ما عدا صحة البدن وقوته ما عنده صحة ما عنده قدرة بسبب كبرى السن يروح للحاج هنا الواجب عليه الاستنابة في هذه الحالة استنيف شخص آخر يروح مكانه السؤال الآخر أنه هل نعم هل نعم بس أكمل هذا بالنسبة للخمس ربة البيت عليها خمس نعم يعني إذا الأموال التي تستلمها تبقى عندها لمدة سنة كاملة من حين قبضها فالواجب عليها تخمس وإذا صرفتها خلال السنة مواجب عليها خمس بعد ما عندنا مجال دقيقة دقيقة مخالف نعم نجعب هالسؤال مزينة من البصرة تقول هل شعر القطة يبطل الصلاة وإحنا كنا جاهلين بذلك شعر الواحدة والاثنين والثلاثة ما تعتبر مانعة في صحة الصلاة الصلاة صحيحة إذا أكثر من ثلاثة يعني أربعة خمسة ستة فأكثر سمحت سيد عد احتياط لزومي بالمانعية فأما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم طبعا اللي يصل وجاهل قاصر نعم الصلاة بالتأكيد أنه راح تكون صحيحة ما طوله وجاهل قاصر شكرا لحسن المتابعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته